موقع المجاز العسكري بعسير كغيره من المواقع التي تواصل قوات الجيش واللجان الشعبية اقتحامها والسيطرة عليها وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد تتساقط مواقع جيش العدو السعودي واحدا تل والآخر في قبضة الجيش واللجان الشعبية منذ سيطرتهم على القرى والمساحات الواقعة شرق مدينة الربوعة الواقعة أيضا تحت سيطرتهم منذ عدة أشهر أبطال الجيش واللجان الشعبية ضمن عملياتهم العسكرية تمكنوا من السيطرة على موقع المجاز بعسير وأوقعوا قتلى وجرح في صفوف العدو فيما فر من تبقى منهم وتركوا الموقع بما فيه في قبضة الجيش واللجان الشعبية وأظهرت المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي عملية اقتحام الموقع التي انتهت بالسيطرة عليه بعد تدمير عدد من الآليات والأطقم العسكرية وقتل عدد من الجنود السعوديين كما توضح المشاهد أن أبطال الجيش واللجان الشعبية استولوا على كميات من الأسلحة والذخائر من الموقع الذي بقي تحت سيطرتهم وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية في عملية أخرى قد سيطروا على موقعي نشمة وقشبة شرقية الربوعة بعد السيطرة على القرى والمساحات الكبيرة في المنطقة التي تقع بها تلك المواقع القوة الساروخية أطلقت صاروخا من نوع النجم الثاقب مستهدفا تجمعات عسكرية للجيش السعودي خلف الربوعة أعقبه هروب جماعي لجنود العدو وآلياته العسكرية كما دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية مواقع السعودية في القرمة والصحن وموقع المثنى اشتركوا في القناة